موسيقى عام 2015 بعد أن أعلنت على العمليات العسكرية عن تحرير تكريت كنت من بداية العائدين إلى المدينة لأحقق الحلم الذي كان يراودني لمدة السنة من 2014 ممكن أن أشوفه على النازحين في كردستان وعلى الجبال والحويجة والشرقات وبالأماكن كلها التي طلعت له العوالي النازحة فعدت إلى تكريت وشكلت فريق تطوعي في الحقيقة لا نعرف عن فكرة أنه أشكل فريق تطوعي وإنما كانت فزع فطلعنا كفزعة كمجموعة معي من النساء فكرة كيف هي فزعة؟ فزعة لأن حقيقة في 2015 لم يكن هناك فكرة تطوع أو فكرة فرق تطوعية وكانت المدينة البيت توهمة حررة حتى لا متطهرة ولا متنظفة من المخلفات الحربية فدخلناني مجموعة من البنات ومعايا أحد الشباب الذين يدوروا كان معايا لا ينكر ولا ينسي فدخلنا للمدينة كانت بعدها غير مطهرة بالأول طبل أن المكان كنا أخذنا دراسة يعني عن العوائل اللي تعائدة أخذنا دراسة عن المكان اللي بعدها تمليها يعني المخلفات الحربية وغيرها بعد هذا أن أخذنا الصور وكملنا البيانات رجعنا مرة ثانية وبدأنا نشكل على شكل الفريق نوزع نقدم المساعدات سواء كانت مساعدات مادية مساعدات عينية مساعدات سلات غذائية وحتى مواد صحية معقمات منظفات مواد كانت مختلفة وسمينا هذا الفريق فريق عطاب لا حدود التطوعي استمرنا لمدة طويلة بهذا العمل كفريق تطوعي واللي مشتغلنا في كل مجالات اللي بيها الإنسانية والرحمة والعون حتى أنه بعض المثلاً عندنا الخواتل الأرام اللي عندهم غرف تسكن بهيكل أو في غرفة حتى ساعدناها في بناء تسقي في الغرفة مثلاً أو بناءها أو صحيات أو يعني اللي ما اللي اشتركوا في القناة